السلام عليكم ورحمة الله وعلا وسهلا فيكم في الفيديو الجديد من قناة شجرة المعلومات إن شاء الله في هذا الفيديو رح نتعرف على حل مشكلة الشبكات أو عدم تمكن الجهاز عندي من الاتصال بأي شبكة سواء كانت الواي فاي أو كابل النان حتى الأجهزة الخارجية اللي بيتم تركيبها حتى يتم الحصول على الشبكات فكل الطرق ما رح تشتغل معك فهذا الفيديو إن شاء الله مخصص لهذا الشيء وخصة إذا أنت عملت فورمات للجهاز ثبتت التعريفات واستل المشكلة مثل ما هي مثل ما أنتم شايفين أنا عندي هون الواي فاي ما عبي تظهر لي أي شبكة تمام حتى لما بتراكب كابل النان كمان ما بتظهر أي شبكة ومتل ما أخبركم كمان لما بتراكب يو اس بي واي فاي كمان ما راح يشتغل مع خلينا نروح على لوحة لحكم وبعدين نروح على مركز الشبكة والمشاركة وبعدين راح نروح على تغيير إعداد المحول مثل ما أنتم شايفين طال عليه كمان هون علامة اكس على كل الشبكات يعني في مشكلة هي خدمات الويندوز طيب كيف راح نحل هاي المشكلة؟ ببساطة راح نروح من مديرا معه تمام بعدين راح نروح على الخدمات مباشرة من هون راح نفتح الخدمات تمام هلأ راح نروح وتدور على ويندوز كونيكشن هذا هو ويندوز كونيكشن مناجر راح نفتحه ونضغط عليه بالضغط تير بعدين راح نستار بستارت ام تايب اللي هو اتماتيك ونضغط على ستارت طبعا الممكن انت تلاقيها مسلا او تلاقيها مانوال تلاقيها مو شغالة فشغلة تضغط على اطبيق بعدين اوكي وهلأ راح نروح على الخدمة التانية اللي هي اسمها ولاند راح نروح على هاي الخدمة نفتحه نضغط عليها ضغطتين بعدين ساعد نضغط موافق ومنما انتم شايفين رجع لي الالترنت بهذا الشكل وهي البساطة لو راحنا حتى لهون راح تلاقي انه شبكة الواي فاي عندي انه خلاص ما علي اعلامة اكس وبالنسبة للاشياء الثانية لو انا مثلا حبيت اني اتصل بالشبكة متل ما انتم شايفين فصار عندي اعلامة الاكس ان شاء لي متل ما انتم شايفين وهيك بيكون انتهينا من هذا الفيديو اذا انت زائر جديد بتمنى تدعني بنزر الاشتراك ومشارك بهذا الفيديو مع الاصطقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته